السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طلاب الأعزاء؟ معلمتكم غالية تحدثكم؟ نعم لقد عدت لكم من جديد في حصة ثانية لإكمال الدرس الذي كنا قد بدأناه في الحصة الأولى ماذا كان عنوان الدرس؟ هل تذكرون؟ هيا لنرى من منكم طلابي سيقول لنا ما هو عنوان الدرس؟ نعم أحسنتم إنه التمارين الرياضية هيا بنا لنكمل الحصة الثانية من درس التمارين الرياضية أما أهداف الدرس لهذا اليوم فهي أن يستمع الطالب إلى نص الاستماع ثم الإجابة على الأسئلة أن يقرأ الطالب نص القراءة ويجيب على الأسئلة المتعلقة به أما هنا طلابي فهذه مراجعة سريعة على المفردات التي أخذناها في الحصة الأولى وكانت المفردات هي لنقرأ معا اقرأوا معي هيا بنا لنبدأ الحصة الثانية لنستمع الآن طلابي لنص الاستماع أنصتوا جيداً المستوى السادس الوحدة الخامسة الصحة والسلامة نص استماع الموضوع الثاني التمارين الرياضية في الحركة بركة مرحباً بك مجدداً عزيز المستمع ابقى معنا على تردد قناة العربية تجمعنا فموضوعنا اليوم كله حيوية ونشاط موضوعنا بعنوان في الحركة بركة وفي التواني هالكة بدأ اليوم أيها المستمعون تحدي دبي لللياقة ثلاثون ثلاثون إنه احتفال سنوي بكل ما يتعلق بالحياة الصحية واللياقة البدنية والتمارين الرياضية بدأت هذه المبادرة منذ عام الفين وسبعة عشر والتي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وتشجع هذه المبادرة الجميع على ممارسة النشاطات الرياضية والتمارين المختلفة لمدة ثلاثين دقيقة يومياً على مدى ثلاثين يوماً تهدف مبادرة تحدي دبي لللياقة ثلاثون ثلاثون إلى التأكيد على أهمية اللياقة البدنية وإلهام سكان المدينة باتباع أسلوب حياة صحي أكثر نشاطاً على المدى الطويل تطبيق دبي لللياقة حمل التطبيق وواصل تمارينك الرياضية سيساعدك هذا التطبيق على تتبع تقدمك على مدار ثلاثين يوماً خلال فترة التحدي وطوال أيام العام حيث يساعدك على مراقبة تدريباتك والانضمام إلى مجتمع اللياقة المتنامي إذن عزيزي المستمع من خلال هذا التطبيق تابع تمارينك الرياضية استكشف الحصص والفعاليات الرياضية اطلع على مرتبتك على لوحة التصنيف سيكون هناك العديد من المسابقات التي سنعلن عنها كل يوم أعزاء الطلاب بعدما أنهينا نص الاستماع أريد منكم أن تحضروا دفتر اللغة العربية وقلم وابدأوا بكتابة الأسئلة التي أمامكم الآن على الشاشة لنجيب عليها سؤال تلوسؤال السؤال الأول يقول ما هو تحدي دبي لللياقة؟ ما هو تحدي دبي لللياقة؟ السؤال الثاني من أطلق مبادرة التحدي ومتى؟ من أطلق مبادرة التحدي ومتى؟ أما السؤال الثالث والأخير كيف سأشارك في هذا التحدي؟ من خلال استماعكم للنص تستطيعون الإجابة على هذه الأسئلة؟ سوف أعطيكم برهة من الوقت للتفكير والاستماع ثانية للنص لتحصلوا على الإجابات الصحيحة أما الآن سوف أستعرض هذه الإجابات ولكن أنتم بدوركم قفوا قبل أن تظهر الإجابة على الشاشة ثم ابحثوا عن الإجابات وبعدها نقارن الإجابات التي كتبتموها بالإجابات التي سأعرضها عليكم الآن إجابة السؤال الأول كانت؟ لسؤال ما هو تحدي دبي لللياقة؟ هو نشاط سنوي لكل ما يتعلق بالحياة الصحية والتمارين الرياضية أما إجابة السؤال الثاني من أطلق مبادرة التحدي؟ ومتى؟ أطلقها الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي في عام 2017 والسؤال الأخير والإجابة كانت كان يقول السؤال كيف سأشارك في هذا التحدي من خلال تحميل تطبيق دبي لللياقة؟ أرجو منكم مراجعة الإجابات التي كتبتموها في الدفتر مع هذه الإجابات أحسنتم طلابي أنا وافقة جدا أنكم حصلتم على الإجابات الصحيحة بارك الله فيكم هيا بنا لنكمن رحلتنا ونتوقف عند محطة القراءة لنرى ماذا سنقرأ في هذه المحطة يا ترى هيا بنا التمارين الرياضية تمارين المرونة تشمل نوعين الأولى التمدد الثابت ومثال على ذلك مد عضلات الركبة من خلال الجلوس على الأرض مع تمديد الساقين إلى الأمام الثاني التمدد الديناميكي كتمارين الإحماء قبل الجري والمباريات فوائد هذه التدريبات تشتمل على تحسين مرونة الجسم وزيادة اللياقة وتقليل خطر الإصابة خلال الأنشطة الرياضية لتجنب الإصابة في أثناء التمرين يجب أن لا تزيد من تمرين التمدد عندما تكون عضلاتك باردة تمارين التوازن من أشهر أنواعها تمارين اليوغا والوقوف على قدم واحدة وتمارين كرة ولوح التوازن هذا النوع من التمارين مفيد للجميع خاصة كبار السن لأن توازن العضلات يقلل من تقدم العمر وكذلك يقلل من خطر إصابة الأطراف قال الأطباء إن الخطر الرئيس من ممارسة تمارين التوازن هو أنك قد تسقط وينصحون بالبدء بالتمارين السهلة مع ضرورة وجود شيء قريب منك يمكنك التمسك به إذا بدأت بالسقوط التمارين الهوائية من أهم أنواعها المشي السريع والجري والسباحة وألعاب الكرة تحسن التمارين الهوائية صحة القلب والرئتين والجهات الدوري حيث أثبتت الدراسات أن هذه التمارين تقوّل قلب وتجعله يضخ الدم أكثر كفاءة وتخفض معدل ضربات القلب كما ورد في بعض المجلات الطبية أن هذا النوع من التمارين يقلل من إصابة الشرايين بالكوليسترول أي الدهون الضارة لتجنب الإصابة في أثناء القيام بهذه التمارين يجب البدء ببطء والتدرج بالإحماء وكذلك مراجعة الطبيب لمن يعاني من مشاكل صحية تمارين القوة لها أنواع عديدة منها رفع الأثقال واستخدام آلات الوزن في الصالات الرياضية على الرغم من أن هذه التمارين يهتم بها الرجال إنما لها فائدة كبيرة للنساء أيضا فهذه التمارين تساعد على تقوية العضلات الهزيلة وتزيد من كثافة العظام فتقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام كما تساعد على زيادة التمثيل الغذائي للمساعدة على فقدان الوزن الزائد لتجنب الإصابة يجب الانتباه لاختيار التمارين المناسب لعمرك ومن الأفضل الاستعانة بمدرب شخصي محترف للتأكد من أنك تقوم بالتمرين المناسب وبالأسلوب السليم أعزائي الطلاب بعدما أنهينا القراءة نأتي الآن للبحث عن الإجابات المناسبة للأسئلة التالية بداية أحضر الدفتر والقلم نعم دفتر اللغة العربية ماذا ستفعل الآن؟ سوف تكتب هذه الأسئلة التي أمامك على الشاشة في دفتر اللغة العربية بخط جميل ومرتب سوف أبدأ بقراءة الأسئلة أنصت جيدا السؤال الأول السؤال الثاني أحدد أنواع التمارين الهوائية أما السؤال الثالث أصف بالتفصيل تمارين المرونة بنوعيها نأتي للسؤال الرابع والأخير نعم أنت ترى كلمة واجب نعم إنه واجب ماذا يقول السؤال؟ ما التمارين التي تمارسها وأي هذه التمارين تخطط للتدرب عليها في المستقبل؟ أريد أن أعرف ما التمارين التي تمارسها عزيز الطالب؟ وأي هذه التمارين تخطط للتدرب عليها في المستقبل؟ دون إجابتك على الدفتر ثم أرسلها لي عن طريق تطبيق الواتساب نأتي الآن إلى الإجابات الصحيحة لهذه الأسئلة التي أمامنا على الشاشة إجابة السؤال الأول كانت التمارين الهوائية أي التمارين مفيدة لصحة القلب؟ هي التمارين الهوائية إجابة السؤال الثاني المشي السريع والجري والسباحة وألعاب الكرة من خلال كلمة السباحة تذكرت الآن عن رسول عليه الصلاة والسلام يوجد حديث شريف يقول علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن عزيز الطالب أي من هذه الرياضات تحب أن تقوم بها؟ ألعاب الكرة؟ أم السباحة؟ أم الجري؟ أم المشي السريع؟ من خلال هذه الإجابات يمكنك الاستعانة بالإجابة على السؤال الرابع أما إجابة السؤال الثالث أصف بالتفصيل تمارين المرونة بنوعيها ما هي الإجابة؟ الأولى التمدد الثابت ومثال على ذلك مد عضلات الركبة من خلال الجلوس على الأرض مع تمديد الساقين إلى الأمام الثاني التمدد الديناميكي كتمارين الإحماء قبل الجري والمباريات أحسنت عزيز الطالب إن كنت قد حصلت على هذه الإجابات للأسئلة فضع لنفسك نجمة نعم ضع لنفسك نجمة لأنك تستحق لأنك طالب متميز ومبدع بارك الله فيكم سوف تتساءلون ما هذا يا معلمتي سوف أشرح لكم الآن هنا سيتم إضافة كوبون لكل من يسلم الواجب في نهاية كل درس ومن يجمع أكبر عدد من الكوبونات سيحصل على درجة كاملة بالواجبات والمشاركة هذه أسمائكم طلابي وطالباتي الصف السادس نعم من خلال هذه الأسماء سوف أضع تحت كل اسم من أسمائكم في حال تسليم الواجب هذا الكوبون ومن يجمع أكبر عدد من الكوبونات أي تسليم جميع الواجبات المطلوبة سوف يأخذ الدرجة الكاملة في الواجبات والمشاركة حظا موفقا لكم طلابي مع أمنيات لكم بالتوفيق والنجاح كانت معكم معلمتكم غالية في لقاء جديد ودرس جديد ممتع أيضا إن شاء الله دمتم بخير وإلى اللقاء